وأثناء زيارته تفقد مدبولي مشروع إنشاء كباري فوق أهوسة المالح ويأتي المشروع في إطار خطة لتعظيم نقل البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية على نقل النهري والسكك الحديدية من أماكن الإنتاج والتصنيع والزراعة إلى الموانئ البحرية كما يهدف المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 100% إلى تسهيل نقل الواردات من الموانئ البحرية إلى أماكن الاستهلاك عبر منظومة النقل متعدد الوسائط ترجمة نانسي قنقر